موسيقى يسيطر عليها ناريا هذه الاستعدادات اتت بعد الحديث عن اتفاق مرتقب بين النظام السوري وقصد لتسليم المدينة للنظام وهو ما رفضته المعارضة بالتوازي مع ذلك يبدو الموقف الروسي محايدا وقد يقترب من الموافقة على العملية التي تقوم بها المعارضة بدعم تركي في وقت تتحدث المصادر عن صفقة تركية روسية مقابل تسليم مناطق من ادلب وهو الامر الذي نفته المعارضة التي اكدت من جانبها عدم تنازلها عن ادلب وضرورة اخراج حزب العمال من شرقي الفرات لكن هذا الموقف المحايد لروسيا في عين عيسى لا ينفي بحسب مراقبين محاولتها الاستفادة من الوضع هناك لمصلحة النظام وحاولت موسكو بتزاز قصد في وقت فشلت الاخيرة في جمع التناقضات واللعب عليها وحملت اي قصد موسكو مسؤولية العمليات العسكرية للضغط لتسليم المنطقة للنظام السوري امام هذا الضغط الروسي يغيب اي موقف فعلي للولايات المتحدة الامريكية خصوصا ان القصد لم تلتزم بالاتفاقيات المتعلقة بالشريط الحدودي مع تركيا وتلعب قضية الانتباء لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة ارهابية المشكلة الرئيسة لدى قصد التي حاولت مرارا اخفاء هذه التبعية لكنها فشلت بذلك وخسرت العديد من المدن بسبب هذه الاديولوجيا التي تهدد وحدة التراب السوري وهو ما جعلها محطة استهداف الجميع حتى واشنطن نفسها لتترك اليوم وحيدة في عين العاصفة التي قد ترمي بعين عيسى بيد النظام او المعارضة تلك التي تبدو حاليا اقرب من اي وقت مضى من السيطرة عليها